يحقد من جديد مؤتمر بروكسيب وهذه المرة بهدف زيادة التمويل من المانحين الدوريين لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المفوضية الأوروبية أعلنت تخصيص 108 ملايين يورو لسوريا بغية إعادة الإعمار بعد زلزال السادس من شباط لا يبدو أن حجم التبرعات الدورية قريبة من تقطيرات الأمم المتحدة للأضرار في سوريا التي خلفها الزلزال والتي قدرها البنك الدولي بأكثر من 5 مليارات دولار ورغم عدم دعوة سلطة الأسد وروسيا للمؤتمر إلا أن التساؤلات عن آلية توزيع المبلغ تبقى مطروحة عقب توجه أممي لتمرير جزء منها عبر مناطق سلطة الأسد التي لم يتوقف وصول المساعدة إليها رغم تركز معظم الأضرار في مناطق المعارضة التي تعاني بالأصل أزمة إنسانية متفاقمة ليس الزلزال وحده ما زاد معاناة السوريين في الشمال الغربي من سوريا اذ تحدث فريق منسق استجابة السوريا عن تسبب العواصف المطرية الشديدة التي ضربت المنطقة بتشرد أكثر من خمسة ألاف نازح وتضرر أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف آخرين خلال اليومين الماضيين في مخيمات شمال غرب سوريا ليجتمع على الناجين من الزلزال أهوال من الأرض والسماء تزداد أرقام المتضررين وتتراكم الأسباب من زلازل وعواصف بينما يبقى نظام المسبب الأول لمأساة السوريين حاضرا في تفاصيل كل كارثة جديدة لأسي معاقب محاولته الاستلاء على المساعدات الدولية المقدمة للشعب السوري بل والاستفادة من مأساة الشعب سياسيا واقتصاديا وغير ذلك